أهلا بكم جدد التقرير المرفق بقانون المالي الأمريكي الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن منح المغرب مساعدات من طرف واشنطن تشمل الصحراء المغربية التقرير الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي شدد على أهمية الامتثال للمعايير التي تحددها قرارات مجلس الأمن زهر أي تحل حين تعلن المواقف واضحة لا لبس فيها فإن انعكاس هذه المواقف يكون جاليا واضحا على ما يسن بعدها من قرارات الكونغرس الأمريكي وفي ترجمة أخرى لموقف واشنطن المؤكد على مغربية الصحراء جدد في التقرير الملحق بقانون المالي الأمريكي منح مساعدات من طرف الولايات المتحدة تشمل الصحراء المغربية التقرير صادق عليه أمس الرئيس جو بايدن مجددا بذلك ترسيخ إقرار الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل أراضيه بما فيها أقاليمه الجنوبية وهو الإقرار الذي توج بافتتاح قنصلية أمريكية في الداخل بداية العام الماضي وفي التقرير الملحق بقانون المالي المعتمد من طرف الكونغرس تم أيضا التجديد بشكل واضح على تبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أشار التقرير إلى أهمية الامتتال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصدقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل بنفس الوضوح والتباتي يعبر عن مواقف الولايات المتحدة على لسان مسؤوليها بخصوص الصحراء المغربية في كل مناسبة تتيح ذلك أخيرها حين رأست نائبة وزير الخارجي الأمريكي ويندي شيرمان إلى جانب وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن الأسبوع الماضي والذي انتهى ببيان مشارك لم يفوت مسألة التأكيد على الموقف الامريكي التابت من مغربية الصحراء ومن الحكم الذاتي المقترح إقرار بالسيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية بات أرضية لكل قرار ولكل تعاون ولكل تصريح يخص العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة وبات بالتالي الرد الذي يحرج كل خصم للوحدة الترابية للمملكة أراد عبثا إدخال أحكام توحي بتمييز بين المغرب وصحرائه